دولياً وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة شن الاحتلال الصهيوني اليوم سلسلةً من الغارات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 27 فلسطينياً حيث استشهد فجر اليوم فلسطينيون وأصيب ثلاثة آخرون بنيران قناصة الاحتلال الصهيوني أمام بوابة مجمع نصر الطبيب خان يونس جنوبي قطاع غزة كما قصفت دبابات الاحتلال الطوابق العلوية من المجمع مما أسفر عن استشهاد أربعة نازحين فيما كثفت آلة الإجرام من وطيرة القصف على محافظة رفاح مستهدفة تجمعة النازحين مخلفة بذلك عشرات شهداء والجرحة لترتفع حصيلة الشهداء إلى أزياد من 27 ألفاً وتسعمائة وأكثر من سبعة وستين ألفاً وأربعمائة جريح إلى ذلك دع المندوب دائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياد منصور إلى منع تطهير العرقية الصهيونية الوشيك في رفاح وحماية السكان المدنيين من المزيد من الفضائع على أيدي قوة الاحتلال كما دع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريف إلى حماية المدنيين في رفاح والإفاء باحتياجاتهم الأساسية ترجمة نانسي قنقر